موسيقى يوم عندنا هذا اللقاء حول التكوين والتشغيل واللي جاء في هذا المنطقة اللي كتعرف واحد النوع ديال البضرة وبغينا باش نكون هاد وسيلة ديال الالتقاء ما بين المشغيلين والباحثين عن العمل وكذلك الطلب اللي باقينا عاد غير تخرجوا احنا كنا نطلبوا باننا من الجامع باش يكون حاضر معنا ان شاء الله فهذا الملتقى اللي غادي يكون نهار الاربعة ثلاثة في الشهر غادي بدا في الباب سفلي واللي غادي يكونوا فيه مجموعة ديال الشركات كبرى اللي غا تشغل ومنتم ما يمكن يخذوا واحد عدد ديال الناس اللي غادي يشتغلوا طبعا هاد اللقاء هو بشراكة مع الجماعة ديال سيطوان ومع لانا بيك ديال سيطوان ومع السلطات المحلية اللي كتشرف عليها طبعا والغرفة ديالنا بطبيعة الحال احنا كغرفة ديال تجارة والصناعان خارطنا مندو مندو عقود في القضي ديال تكوين والطلبة احساب الطلبة ديال الاشتغال اللي كي موجود في المنطقة ولكن اليوم صل الوقت بان بش يكون عنا وحد الوسيلة ديال التواصل ما بين ما بين الباحثين عن العمل والمشغلين وهذا اللقاء غادي يعطي ان شاء الله نتيجة وقد يكونوا شركة نتازة كنتمنوا بان الجامع يكون حاضر قبل اشهر قليلة كان هذا الموضوع ديال الملتقى هو عبارة عن فكرة في اطار شراكة ما بين الجماعة ديال تتوان وشركاء اسبان هذه الفكرة اردنا ان نتقسمها مع جميع الشركاء على مستوى تتوان الفاعلين في مجالات ديال تكوين ووسطة في تشغيل وبنسبة للتشغيل كذلك مش ان كل واحد ان يساهم في هذا الموضوع ديال تكوين وتشغيل وان نجمع ونوحد جميع الفراقاء الفاعلين في هذا الجانب وهذا هو مستطع نتحقيقه مع الشركاء اللي كنظموا اليوم هذه النسخة الاولى ديال هذا الملتقى على اساس ان ان شاء الله هذا الملتقى سيتم تنظيمه بطريقة مستمرة في السنوات المقبلة هذا العمال طبعا الحال كان مباركة ديال السيد العامل اللي ادرت معه لقاء موسع تحدثنا فيه على الافاق ديال التكوين وتشغيل اللي عنده رؤية في العملية ديال التنزيل تكوين وتشغيل على ارض الواقع فبالتالي هذا الملتقى اللي غير الدار ايان ثلاثة ربعة خمسة في الباب السفلي سيكون فرصة ديال عرض ديال خدمات ديال مشاريع ديال البرامج ديال مؤسسة المختلفة في تكوين وتشغيل الوسطة في الوسطة في تشغيل باش يقدموها الشباب والشابات الموجودة على المستوى تطوان على المستوى الاقليم ديال التطوان وغد تكون فرصة كما قالوا الاخوان انها غتعزز لعملية ديال التشغيل وبطبيعة الحال احنا كجماعة مفيدنا الا اننا نساهمو وندعمو ونواكبو كل الفاعلين اللي كيساهمو في هذه العملية تشغيل لانها اولا واخيرا كتساهم في العملية ديال الدمش ديال الشباب وديال الشباب ديال النفس وقشل هنا في تطوان اليوم ستكون عندنا ندوة صاحفية حول انطلاق المنتقى الاول لتكوين وتشغيل اللي سيكون تحت شعار من اجل تطوير المهارات وتبادل الخبرات اللي سيكون سبول ادماج الاقتصادي للشباب باقليم تطوان هذا المنتقى يحاول ممكن انه يجمع جميع الورقة اللي عندهم علاقة بتكوين وكذلك الوسطة في شغل وريادات الاعمال والشركات المشاغلة كذلك ستكون عندنا مؤسسات ديال التكوين ستكون حاضرة معنا في هذا المنتقى بالاضافة الى طبع الحال عرض الخدمات ديال المؤسسات اللي تصلة بالموضوع ديال الملتقى كذلك سيكون عندنا واحد برنامج موازي ديال ورشة ببحث عن العمل ريادات الاعمال ونحاول ممكن ان نقدم المعلومات لالشباب ونحاول ممكن ان الربط الجسر بين الشركة المشاغلة القطع ريادات الاعمال وحتى التمكين الاقتصادي للشباب كن دائما على اطلاع بآخر الأخبار والتطورات عبر جريدة